الوصول إلى تشكيل حكومة إطارية بعد سنة من الصراع لا يعني أن الأحزاب تنفست الصعداء ووصلت إلى بر الأمان فإن توزيع الحصص من الغنائم أكثر تعقيدا من الاستحواذ عليها وهذا ما ذهب إليه معهد تشتام هاوس عندما ذكر أن المحادثات بشأن الكابنة الحكومية وتقاس من مناصب ومن له اليد العليا في وظائف الدولة وخزينتها سيشعل الخلاف مجددا بين الكتل وربما داخل الأطراف المكونة لتلك الكتل وبحسب المعهد فإن الصدر لا يزال حاضرا في المشهد ولا بد من إرضائه أو على الأقل عدم تجاهله تماما لضمان صمته الكلية عن القضايا المهمة التي يرسمها الإطار فبإمكان الصدر إعادة الحديث عن الانتخابات المبكرة عبر استخدام لعبة عدم الاستقرار الممنهج كما يفعل عادة ليحافظ على قوته وتأثيره في المفاوضات وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن قوة حضور الصدر لم تتغير بل تراجعت بسبب ما سماها المعهد الأخطاء السابقة التي ارتكبها الصدر فجعلته في موقف صعب للتفاوض مع بقاء أوراق بين يديه يمكن أن يناور من خلالها لتحصيل بعض المطالب ومن خلال هذا المشهد فإن الخلاف لم ينحسر بعد وثمت أمور تتعلق بهيكلية الحكومة ومهامها تحتاج إلى جولات من المفاوضات والمساومات وتدخل الأطراف الخارجية لحلحلتها هذا بالنسبة للأزمة المتعلقة بالصراء الحزبي أما الأزمة المتعلقة بالبلاد عموما وبموقف الشعب العراقي خصوصا فما زالت على حالها لأن المحاصصة الطائفية التي يرفضها الشعب هي المسيطرة والأحزاب المسؤولة عن دمار البلاد هي المسؤولة عن هذه الحكومة وبالتالي فإن ملفات الفساد السياسي والاقتصادي والترد الأمني والسلاح المنفلت لن تجد من يعالجها فما جدوى تغيير الأفراد وتبادل الأدوار إذا لم يتغير المشهد السياسي برمته ترجمة نانسي قنقر